اخذتم وفد تنسقية الأساقف من أجل الأرض المقدسة زيارتهم إلى المملكة وقد شملت زيارة التي استمرت عدة أيام النيابة البطرياركية اللاتينية في الأردن والسفارة البابوية وجمعية كاريتس الأردن ومدارس البطرياركية اللاتينية ومركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة كما زاروا رعاية عجلون والفحيص وجبيها وخلال زيارتهم إلى المملكة التقى وفد الأساقف عددا من البعثات الدبلوماسية العاملة في المملكة وتركز موضوع اللقاءات حول المسيحيين في الأردن ودورها ملهام في المجتمع الأردني وفي ختام الزيارة عبر الوفد عن تقديرهم لاحترام الكرامة الإنسانية في الأردن وتقدير المسيحيين الأردنيين لنعمة الأمن والاستقرار المتوفرة في بلدهم وضم الوفد الزائر أساقفة يمثلون أكثر من 15 دولة